اشتركوا في القناة هل نبدأ مباشرة ونأخذ أحمد حرقان بيقول إيه لأنه قد يحتاج إلى مزيد من الوقت فعايز أفسح الوقت لقدرتك حتى نتحور معه بسم الله فلنذهب إلى أحمد حرقان مش ممكن أبداً أن ربنا يخلي ما بيننا وما بينه الشخصية دي فضلت طوع عمري الدعاء ده يا مقالب أقول فربيت قلبي على دينا كنتم أحبك يعني يعني أنا مش محتاجة أنا ما استهلش النام تتضليني يعني قتل يهود بني قريضة بالنسبة لي برضو كإنسان المفروض أكون عصري أو إنسان برضو أنا أفهم قوي أنه قتل القتل الأسرة جريمة ومصيبة كارثة فقتل ستمائة أسير من بني قريضة فيهم أطفال ده ما كان شي حاجة مقبولة بالنسبة لي والقصة ومشيخنا قرروها على سمعنا مئات المرات وإحنا كمان بدورنا قررناها كتير واحدة بنتكلم عن الإسلام يعني القصة معروفة مشهورة جداً أن بعد ما بني قريضة نزلوا على حكم سعد بن معاذ قضى فيه من هما يعدم كل الرجالة وكل من نبتت له شعر العينة من الأطفال فده كانت بالنسبة لي حاجة قاسية جداً فكرة الاغتيالات النبوية الناس اللي أمر النبي باغتيالها لمجرد أن هي انتقدته الناس اللي صفها لمجرد أن هي كتلها رأي عقبة بن أبي معيد مسقف القريش لما قال إن دي أساطير الأولين نزلت فيه ستة آيات من القرآن بترد كل الآيات اللي نزلت رد علىها فكرة أساطير الأولين كانت نزل في عقبة بن أبي معيد كان طبيب وتعلم في فارس وكان بيواجه وكان بيقول للمشركين في قرآن الرفضين لدعوة محمد في مكة كان بيقول لهم إن دا نديية كلها أساطير يعني في النهاية في بادر دفع الرسول عقبة بن أبي معيد إلى علي بن أبي طالب لذب عنقه فأنا مكنش أحب بالحاجات دي مش ممكن أبداً إن ربنا يخلي من أبداً ما بيننا وما بينه الشخصية دي ولا أي إنسان لأن الإنسان أضعف من أنه يكون إن مصير إنسان تاني يتعلق بخبره سواء صادق أو كذا ما كنتش قابلت ملحدين خالص ولا أعرف ولا قرأت كتاب الإلحاد أنا أول ما سمحت لنفسي بقى الأول مرة كلام ده في سنة 2010 إن أنا فكر فعلاً بجدية في الحاجات دي ألحدت على طول وخلت قررنا أن أسيب الإسلام ما كانش بسهولة كنت بأطلع أمش كده في الأراضي الزراعية وكده بالليل وبص الأمر وقول يا رب لو أنت خلقت الأمر دوت يعني ألحقني لأن أنا دلوقتي خلاص أنا على وشك أن أنا يعني أسيب الإسلام أنا معادتش مقتنع فلو أنت تقدر سبحانك وموجود فعلاً تدخل بأي حاجة أنا محتاج كده فعلاً فضلت طول عمري أهرب من الشك وتعبت كتير في العبادة في العمرة في الحج في القيام وقلت بحبك يعني يا رب أنا مستهلش أن أنت تضلني طبعاً لا مفيش طبعاً أي إجابة فأنا قررت أن أنا أسيب الإسلام وما قدرتش أكمل فيه يعني أنا حاولت أكمل يعني كنت بروح أصلي عادي أنا كنت دائما محاوزة على الصلة في الجامعة وآخر صلتها سيبت الإسلام على الصلة وسبت الصلة من نصها يعني كبرت وقرأ الفتحة وكده وقلت لا مش حقدر أكمل بقى يعني أنا خلاص ما عاش مقتنع عادي مش هتحك عن نفسي أكتر من كده كده انتهت أهلا بحضرتكم برة تامية هذا ما قاله أحمد حرقان وهو يبدو متألم مش عارف ليه برى في ملمحه ألم وتردد رغم أنه يعلن أنه انتهى وأنه وصل إلى النهاية وأنه ألحد إلا أني أراه ليس سعيداً مش عارف سيدي توفقني هذا الإحساس الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اليقين الذي استقر في قلبي بدون شك عندما استمعت إلى آخر هذا التقرير هو أن الله تعالى سيكرم أخي أحمد بأن يدله عليه وسيكون إيمانه أقوى بكثير مما كان عليه قبل ذلك لأن هذا الإيمان الذي سيقبل عليه سيكون بعد الدراسة ولأمر آخر لا يتغير ولا يتبدل في حكمة الله وفي سنته في الوجود هو أن الإنسان إذا توجه بصدق إلى الله فالله تعالى لا يخيبه أبداً هو ذكر أنه كان يدعو بإلحاح في الحرم كان يتوجه إلى الله هنا وهناك أصدقه أنه فعل ذلك وأصدق بناء على ذلك أنه سيعود أفضل مما كان عليه لأن الذي كان عليه في السابق كان مبنياً على لا تسأل لا تفكر لا تناقش أي إيمان حقيقي يرسخ في القلب وهو يبنى على فورة من الشك لا يؤذى له في أن يجاب على أسئلتها لهذا القلب مطمئن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا الرجل ليه نبي عليه الصلاة والسلام قتل يهود بني قريزة إزاي يأمر بقتل أطفال ونساء هو ذكر مشكلتان هنا مشكلة بني قريزة ومشكلة عقبة بن أبي معيط أو قل مشكلة الغتيال نعم مشكلة بني قريزة أيضاً ليست بجديدة مثل قصة سيدتنا زينب نعم التي ذكرت من قبل هنا ملمح سريع هذه المشاكل بدأت من بعد القرن الخامس الهجري وأصبحت في كل عصر تأتي فيه موجة من الموجات تعاد بشكل أو بآخر بصياغة مختلفة أربعة قرون لم تكن مشكلة في عصر ما حصلتها العصر الذي حصلت فيه القضية لم يستنكرها أحد وهي الفرصة لمن يريد أن يستنكر بني قريزة بني قريزة قصتها بكل بساطة ووضوح أن هؤلاء قبيلة من قبائل اليهود عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أن يحموا جانبهم بمعنى لأنهم في طرف من أطراف المدينة أنهم لن يسمحوا بأن تأتي الجيوش الغازية من جهتهم سيمنع هذا الأمر من جهتهم وكانت جهتهم ثغرة كبيرة من ثغرات المسلمين الذي حصل أنه جاء رجل إلى سيد بني قريزة جاء رجل اسمه حيي بن أخطب ودخل ووسوس لهذا الرجل وقال له فرصة لنا جاءت قريش بما فيها والعرب من الأحزاب وجاءت فرصة أن نقضي على محمد فقالوا فإذا نجح قال لا لا يمكن أن ينجح وأخذ يقلب له فشاور رجال قومه فكان الرأي الذي اجتمع عليه رجال بني قريضة هو الخيانة جاءت فرصة لننقض على محمد صلى الله عليه وسلم وننهي بذلك وجوده في المدينة ونقتل المسلمين ونتخلص منهم إذن ننقض جميع العهود أضف إلى هذا مسألة مهمة العهود التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في المدينة كانت استباقا كليا لأنها جسدت من موضوع المواطنة لم يكن حتى فيها الجزية كان خلاصة ما فيها لنا ما لهم وعلينا ما عليهم المساوى الكلية في حقوق المواطنة كانت الثمرة أنها حصلت الخيانة وكاد المسلمون أن يبادوا بسبب أن مجموعة رجال هذه القبيلة قرروا أن يخونوا فلما نصر الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه على الأحزاب شعر بني قريضة أن المسألة الآن فيها إشكال حيائي بن أخطب كان وعدهم أنه لو هزموا أن النبي لو انتصر صلى الله عليه وسلم سينضم إليهم ويواجه نفس مصيرهم فجاء حيائي بن أخطب ودخل عندهم ماذا نفعل عرض سيد بني قريضة ثلاثة عروض على بني قريضة قال لهم اتضح لنا أن محمد هذا على حق فلا نغالط أنفسنا من وقت إلى آخر يظهر لنا أنه رسول الله فما رأيكم ننزل ونعلن إسلامنا وندخل إلى الدين الذي نعلم جميعا أنه حق قالوا أبدا ولا يكون لا نتبع هذا العربي الأم قال إذن نقتل نساعنا وأطفالنا ونخرج نقاتل حتى نضمن أننا سنستميت أو أننا لو هزمنا لن تمس نساعنا ولا أطفالنا قالوا هذا لا يكون كيف نقتل فلذات أكبادنا قال إذن نخرج ونقاتل قالوا أبدا نجلس هنا في حصننا حتى يأتوا حصل هذا العمل لما بلغ للنبي الخبر أرسل قال ننظروا ما القصة هل بالفعل هم خانوا العهد فجاءه الخبر بالفعل خانوا العهد فلما انتصر رسول الله صلى الله عليه وآله تحرك الجيش إليهم وهذا الوضع الطبيعي الكل الذي لا يستغرب جزء من البلد هم ليسوا أجانب هم لهم حق المواطنة الكاملة ارتكبوا الخيانة العظمى نعم توجه إليهم الجيش وبدأ الحصار ولما استيأسوا من أنهم يستطيعون المقاومة طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فهذه الجزية الأولى ليسوا أسرأ كما قال أخي أحمد لا طيب هل ممكن نقف عند حدود وصلوا نعم ثم نكمل بعض الفاصل إن شاء الله أهلا وسأل بحضراتكم مرة أخرى لحظة سكون واصل مع سيدي الحبيب علي الجفري ما حدث مع يهود بني قريضة لحد ما حصل الحصار وقرر جيش الإسلام أن يذهب إلى هؤلاء الخوانة النبي عندما انتصر صلى الله عليه وآله وسلم تحرك الجيش إلى بني قريضة لسد هذه الثغرة خلاص أنتم أعلنتم الخيانة العظمى في أي لحظة سيأتي هناك أعداء ستكون أنتم المدخل عندما حوصروا وأيقنوا أنهم لا مخرج لهم أنهم أوقع في أيديهم أعلنوا أن لن نستسلم ولن ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ سعد بن معاذ من سادة الأنصار رضي الله تعالى عنه الأوسو الخزرج وكان لصل بهم قبل الإسلام سيدنا سعد بن معاذ كان أكثر من تألم لأنهم كانوا حلفائه قبل الإسلام وهو الذي مهد لحسن المعاهدة معهم وحسن القبول لهم فقالوا لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ فقبل النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فلما جلسوا قال سعد بن معاذ لسادة بني قريضة ويكون حكمي نافذا عليكم قالوا نعم ثم استحى أن يواجه رسول الله هكذا في وجهه وإنما ما لها كذا بجسمه هو ينظر إلى الأرض وهو حاكم أيضا هو نافذ أيضا على الجهة الأخرى استحى يقول على رسول الله فقال النبي هو كذلك فأخذ سعد بن معاذ العهد على الطرفين أن الحكم الذي سيحكم به سينفذ فحكم سيدنا سعد بن معاذ أن يقتل جميع الرجال الذين ارتكبوا خيانة العظمى فتم إعدام رجال بني قريضة لارتكابهم الخيانة العظمى وعفية من ذلك النساء والأطفال يعني ليس صحيح ما قرأه أحمد أنهم أسرع أولا نعم هم لم يكونوا أسرع هم نزلوا على حكم بمعنى اهتكموا إلى محكمة إلى قضاء كما نسميه اليوم سلطة قضائية الأمر الثاني غير صحيح أنه قتل أطفالا وهنا ملمح آخر يقول لأنهم نظر من نبت شعر في عانته هذه من الانخداع لن أقول أنه مخادع أنا أعرف أن الشاب هذا ليس مخادعا لكن من الانخداع الذي حصل في التزوير الثقافي ما معنى التزوير الثقافي أن تنقل مصطلحات واعتبارات ثقافية في عصر لتفرضها على عصر آخر يختلف في عصرنا من كان دون الثامنة عشر يعتبر قانونيا في حكم الحدث طفل في ذلك العصر أبدا مجرد أن يبلغ الحلم يصبح رجلا ما معنى يصبح رجلا يشارك في اتخاذ القرار يخوض المعارك يتزوج كان منهم قضت حروب أقل من 20 عام تماما فكان السائد في تلك الثقافة أن البلوغ هو مؤشر الرجولة يزوج يشاور يقود معارك يشارك في معارك يتاجر يسافر يأتي يذهب هو في مصطلح ذلك العصر ليس بطفل رجل رجل فعندما آتي بمقياس عصري أنا الذي يعتبر من كان دون الثامنة عشر طفلا لأحكم به على مقياس عصر آخر هذه خيانة أكاديمية أو غش ثقافي لا يتوجه إلى أخي أحمد حرقان يتوجه إلى من طرح هذه الفكرة إلى من طرع عنه هذه الفكرة أو من أصبح بسببه ثقافة الأمر الثالث كلمة الإبادة الجماعية هذه لا ينطبق عليها كلمة إبادة جماعية إبادة جماعية يعني يقتل الجميع رجال النساء أطفال نعم القاتل وحكم الإعدام توجه إلى الذين ارتكبوا هذه الخيانة العظمى يقول لا هذا فيه رؤية عنصرية وهذه شبهة لم يذكرها أو افتراض لم يذكره أخي أحمد هناك غير من قالوا لا هذا لأنهم يهود هذا شيء يعني لا سامي كما يقال في مصطلحنا نقول عندي ما يؤكد خلاف ذلك ويؤكد الذي كنت أقوله قبل قليل وقبل الفاصل أن هناك قبائل غيرهم من اليهود أيضا ارتكبوا خيانات وأيضا خالفوا عهود لكن لم تكن خيانتهم ومخالفتهم للعهد تصل إلى درجة تعريض الوطن الأمة كلها إلى الدمار والاكتساح إنما كانت أخطاء صادرة عنهم هم مباشرة قرروا يكونون ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصبح مجتمع انفصل وأصبح مجتمع أمام بقية الدولة انفصال عن الدولة ومواجهة للدولة أما أولئك لا ارتكبوا جريمة عرضت الدولة كلها للانسحاق للهزيمة الكلية للسقوط لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل جميع رجال خيبر لم نسمع أنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت بل ثبت العكس أنه قتل جميع رجال قينقاع بل صالحهم على أن يغادروا المدينة خلاص براء مدام أنتم قررتم أن تنفصلوا عن المواطنة وتضربون وتهدهدمون هذه الدولة انصرفوا لا تصلحون للمواطنة فيها يعني سحب جنسية وترحيل هذا الذي حصل لهم لكن أولئك أنهم هددوا بقاء لا عنصرية لا إبادة جماعية لا قتل أطفال لا قتل أسرى كل هذا الكلام التضح لنا أنه غير حقيقي بتبقى مسألة شعور أحيانا الإنساني أنه ستة مية أي نعم هؤلاء ستة مية عرضوا العشرين ألف الموجودين للقتل الكل نعم اتكبوا الخيانة العظمى وكما قلنا ليس النبي الذي حكم الذي حكم سيدنا سعد لأنهم طلبوا أن يحكم والنبي أقر ثم أقر الله تعالى حكم سعد بن معاذ نزلت آية تقول يا سعد بن معاذ أنت لم تضلب لكن لما جاء النبي بعد ذلك ليحكم على يهود آخرين خانوا العهد خالفوا العهد لم يحكم عليهم بمثل حكم سيدنا سعد بن معاذ أشكر حالتك جدا بعد الفاصل عقب بن أبي معيد زاوية أخرى ورأي آخر ومبرر آخر طرحه أحمد في تقريره نلتقي بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى نواصل حوار مع فضيلة الدعاء الإسلامي الحبيب علي جفري ومطرقه أحمد الحرقان وقاده إلى أن يكون ملحدا سيد الحبيب من هو عقب بن أبي معيد عقب بن أبي معيد ليس كما ذكر أخي أحمد أنه كان مثقف قريش وأنه كان منظرا أنه كان طبيبا وذهب إلى هناك ورجع لا عقب بن معيد رجل من سادات كفار قريش فهو من عين القبيلة كان رجلا مجرما عذب الكثير من المستضعفين الذين في مكة المكرمة ممن آمنوا وقتل عددا منهم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هيئة السجود في صحن الكعبة فأخذ قاذورات الناقة بعد ولادتها السلة الناقة ووضعه على عاتق رسول الله كان يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي مثقف تتحدث عنه هذا كان ارتكب جرائم حقيقية في حق الإنسانية في المستضعفين فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله على أي حال من الأحوال لعل أخي أحمد اختلط عليه عقبة بن أبي معيط بالنظر بن الحارث النظر بن الحارث يحاول بعض يعني ما أريد أن أقول أدعياء الثقافة من يرون أنهم مثقفون في هذا العصر أن يقدموا في صورة الفيلسوف المفكر المثقف المطلع على الحضارات الأخرى الذي استطاع أن يشكك فيما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه كان عنده ثقافة خارجية من فارس وغيرها بنوا هذا على لا شيء بل على شيء أكسه هذا الرجل لم يكن مثقفا ولم يكن يعرف عنه شيء من ذلك هذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صدع بدعوته ورأى أنه مع بقية زعماء الكفار في مكة فشلوا في أن يردوا على حجج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام والعراق يبحث عن أدلة من الثقافات الأخرى ورجع فلم يستطع بها أن يرد ورجع يقول أساطير الأولين ثم لما عجز أن يقيم الحجة ذهب إلى المدينة المنورة إلى عند اليهود وصار يسألهم يقول ظهر فينا واحد كذا وكذا فطرحوا له ثلاثة أسئلة قالوا إن أجاب عنها فهو نبي إن لم يجب فلكم أن تشكوا فيه عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام القريش وطرح الأسئلة الثلاثة قالوا إن بأكم عنها يعني بكرة بعد بكرة أنتظر فمر خمسة عشرة يوما خمسة عشر يوما لم يرد النبي الوحي توقف وهذا يرد على شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المعلومات عنده من فترة سابقة لأنه جالس واحد نصراني أو ثالث كذا فالمعلومات موجودة فأعد صياغتها في سورة الإسلام لو كانت كما قال لكان الرد من اليوم الثاني جاء المؤلف في ذهنه هذا الحمد لله الوحي يتأخر يبرز لنا هذا المعنى بعد نصف شهر نزل الوحي وهم يستهزئون ويبحكون ويستهزئون ويبحكون طبعا لا توجد مصادر معرفة لا أنترنت فالذي عندك عندك ولم يكن هناك أحد من من جاء إلى مكة معروف عنه هذا الأمر وإلا تابعوا رسول الله وقالوا ها جلس مع من تضحك علينا أمس جاءك فلان أبدا فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأسئلة كما جاء في سورة الكهف الأسئلة التي طرحت فلما رأى النظر أن جميع ما حاول أن يفعله قد فشل بدأ في التفكير في كيفية اجتتاث قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأي قبيلة تؤمن بالنبي فكان هو أحد الذين طبخوا قصة حصار أبي طالب وهو الذي كتب الوثيقة بيده مقاطعة لقبيلة النبي الذين هم بني هاشم ولقبيلة الأخرى اسمها بني المطلب وقفت مع رسول الله وناصرته فقاطعوهم لمدة ثلاثة سنوات ثلاثة أعوام لا بيع ولا شراء ولا إهداء ولا زواج حتى أكلوا جميع ما يمتلكون ومنعوا أي أحد من الخارج أن يبيع ويشتري معهم حتى استنفذوا جميع أطعمتهم وأموالهم وأكلوا من أوراق الشجر ومات عدد كبير من القبيلتين من الفخيذتين من شدة الجوع والمرض والألم فهو الذي تسبب في إبادة جماعية وتسبب في حصار كلي على الإنسانية هذا السبب الأساسي بسببه أمر النبي بقتله إذا ضفر به تسبب في هذه المجزرة تسبب في هذه الكارثة ثم كان أحد الذين رتبوا مسألة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة شيطانية وحتى يتفرق دمه بين القبائل هو كان أحد الذين ذهبوا ليضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أخطر من هذا هذا الذي يقولون عنه أنه مثقف النظر بن الحارث لما كان يرى أن بعض الشباب من علية شباب قريش يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو من المتوسطين ودون المتوسطين تعرف ماذا كان يفعل؟ وكان لديه المال كان يبعث ويشتري أجمل الجواري نعم ويرسل الجارية بجمالها وبما عندها بعطرها إلى بيت الذي يسمع أنه قد آمن أو يدعوه يقول عندي لك جارية جميلة واترك محمدا وما جاء به من أمر فكان يحاول إغواء المؤمنين بالشهوات حتى يثنيهم عن الإيمان بالله عليكم هل هذه الثقافة؟ هل هذا هو التنظير الفلسفي الذي يقال عنه مثقف؟ فإذا كان إنسان مفهومه أني أحاول أن أحرجك فإن لم أستطع أن أرد عليك بالحجة أذهب وأحاصر قبيلتك وأي قبيلة تقف معك وأسبب لهم دمار وموت وقتل واستئصال وإذا لم أنجح في ذلك أبحث عن من يمكن أن يقتنع بأفكارك فأحاول أن أغويه عن أفكارك بالشهوات فهذه المشكلة أهمس في أذن الشباب يعني الكثير منكم يذهب بصدق ثم إذا استحلى بعد ذلك رفع التكليف عنه والمشي في المعاصي لا أقول أنه يترك الرغبة في الحق لكن ينتبه عندما يبدأ يناقش يحرص نفسه من أن تكون نفسه هي التي يصعب عليها أن تترك الشهوات التي وصلت إليه إذن عرفنا أنه لا النظر لا عقبة بن معيط ولا حتى النظر كانا مثقفين ولم يحوموا حول هذه الثقافة أبدا كانت هناك جزئية ربما في الحلقات القادمة لكنا أريد أن تنتهي الحلقة دون أن ننبه أن ننتبهنا لها وهي جزئية التعامل مع بشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جزئية مفهوم أن يكون بيننا وبين الله واسطة يبلغ عن الله ونعتبر ما جاء به حق وما لم يأتي به ليس بحق هذه جزئية تحتاج إلى شيء من البصل ربما في لحظة سكون ثانية في لحظات السكون ممتدة بشكر فضلتك جدا أذكركم أيضا بأننا في نهاية كل حلقة ستجدون على موقعنا على موقع البرنامج قائمة ببعض المراجع لمن يريد أن يستزيد من القراءة في الموضوع الذي نناقشه كل حلقة بشكركم غدا حلقة جديدة من لحظة سكون فإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة